بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك العظم وعلى صحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحج أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشرحه في الدرين آمين الباب السادس والعشرين من الكتاب الثامن والتسعين كتاب التوحيد باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولي بترد على بعض الفلاسفة الذين قالوا أن الله خلق الأشياء ثم تركها تعمل بما وضعه فيها من قدرات لا ده ربنا بقى ما سكها في كل لحظة ده يحافظ عليها في كل لحظة لم يغفل عنها بعد خلقها بل هي قائمة به في كل لحظة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي تصير عدم كما كانت بإسندنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير الإمام البخاري في صحيح الحديث الحادي والأربعين بعد الخمسمائة والسبعة آلاف قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيده أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدر ضحك تعجبا من إيه من سخافة عقله ويمسك المسك غير الوضع على الأصابع لو يمسكها يعني إيه يعني يعني في قبضاته سبحانه وتعالى أي في قدرته يبقى النبي هنا ما إيه ما أيتش اليهود يعني على كلامه فالضحك هنا ضحك تعجب من شدة جهله وبدليل أنه قال ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى في رواية من الحديث ده إيه فضحك تصديقا له كلمة تصديقا له ده ده فهم الراوي فهم الرواة وليس الحقيقة لكن السياق يدل على أنه لم يضحك تصديقا بدليل أنه نفى هذا الكلام بقوله ما قدر الله حق قدر وألوى الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى لأنه لا خالق إلا هو وأمره أي حكمه فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق هو المكون غير مخلوق وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون يعني كأن تعلق أثر الصفة تتعلق بمخلوق يبقى أثر الصفة يعني الله خالق بالقدم لكن تعلق الخلق صفة الخالق بالمخلوق هو تعلق حادث فهمت لكن هو خالق قبل أن يخلق الخلق فهي صفة كذلك رازق قبل أن يرزق المرزوق فهمت وهكذا وعنوبي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال بيت في بيت ميمونة ليلة كانت خالة أم المؤمنين ستين ميمونة كانت خالة سيدنا عبد الله بن عباس فبات في بيتها ليلة كان النبي عندها ليريد أن يعرف كيف كان النبي يصلي في الليل قال بيت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل فتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قام فتوضع واستنى ثم صلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح صلى الله عليه وسلم باب قولي تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين هي الكلمة السابقة إن جندنا لهم الغالبون وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذه الكلمة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وعن بي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي والرحمة لو كانت صفة ذاتية تبقى قديمة ولو كانت صفة فعل يبقى أثرها حادث فهي قديمة وهي أيضا صفة فعل فهي صفة ذات وصفة فعل تعلقها بالمخلوق صفة فعل وتعلقها بالذات الإلهية فهي صفة ذات فعل حسب التعلق وعنبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهبة قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة ثم يكون علقة مثله يعني أربعين يوم وأربعين ليلة يبقى يوم وليلة لأن اليوم أحيانا يطلق ويراد به النهار والليل يطلق ويراد به الليل فقط فجاء يوما وليلة هنا لبيان أنه إيه يوم كامل يعني وليس النهار فقط ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح ده بيثبت إيه القضاء والقدر لأن الإيمان بالقضاء والقدر ده من إيه من ضمن توحيد الله عز وجل وإلا لو لم تؤمن بالقضاء والقدر يبقى الإنسان يخلق أفعاله يبقى هناك خالق مع الله ولكن الله خلق فعل العباد فالخالق واحد وليس متعدد من ادعى أن الإنسان يخلق أفعال نفسه فقد ادعى أن هناك خالق مع الله ويبقى إيه ضد التوحيد واضح ثم ينفخ فيه الروح ينفخ فيه الروح الإنسانية المكرمة إنما قبل كده كانت فيه إيه الروح النباتية التي بيها إيه النمو فقط وليس التشريف يبقى الروح التشريفية بتنفخ بعد 120 يوم من الحمل طب وقبل كده فيه روح أيوة فيه روح نباتية يعني إيه ينبني عليها النمو والنماء كما ينبت النبات اللي يسموها إيه الحياة يبقى كان فيه حياة بلا روح يبقى 120 يوم حياة بلا روح ثم تأتي الروح التشريفية التي هي مناط التكاليف يتنفخ بعد 120 يوم من الحمل فإن أحدكم لا يعملوا بعمل أهل الجنة حتى لا يكونوا بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعني القدر ما قدر الله فيه فيعملوا بعمل أهل النار فيدخلوا النار فالعبر بالخواتيم وإن أحدكم لا يعملوا بعمل أهل النار حتى ما يكونوا بينها وبينه إلا ذراع فيسبقوا عليه الكتاب فيعملوا عمل أهل الجنة فيدخلها وكم رأينا من مسلم ولد في بلاد مسلمين من أباء مسلمين وعاش عمره مسلما ومات على الكفر وكم رأينا من كافر ولد في بلاد كفار من أباء وأمات كفار وقبل وفاته وقبل وفاته بسنة أو سنتين أسلم وعمل عمل أهل الجنة ومات على الإسلام فدق على الجنة فكل ذلك على سبق مراد الله من عباده فإن الله خلق للجنة أهلها وخلق للنار أهله وكل ميسر لما خلق له وعن أبيه قال حدثنا خلاد بن يحيا قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي لو ذر يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا قال هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني لا حركة ولا سكون في الكون إلا بأمر الله وإذن الله وفعل الله وعن أبيه قال حدثنا يحيا قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة يعني زرع وفي رواية الكشميهني في خرب بالمدينة أو خرب يعني أماكن أنقاب المدينة أو طرقات المدينة يعني وهو متكئ على عسيب والعسيب اللي هو إيه جزء من عصايا كده تأخذ من إيه من عرجون النخل يسموه العسيب متكئ على عسيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح اليهود كانوا يحبوا إيه يسألوا النبي إرادة إعجازه وتعجيزه فأحبوا يسألوه في حاجة محدش يعرف إيجابته فقالوا سألوه عن الروح هل الروح المقصود بها التي بها قوام الحياة ولا الروح اللي هو سيدنا جبريل ولا الروح اللي هو القرآن وكذلك اللي هي كروحا من أمر فسمى القرآن روح وجبريل روح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن الأمر جبريل والروح اللي هي بها حياة الإنسان فيقصدوا إيه بأي روح دي أسئلة كلها مبهمة إرادة التعجيز فهمت بقى سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه عن الروح فسألوه فقام متكئا على العسيم ليه زي الجريدة كده وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إلي فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقال بعضهم لبعض قد كلنا لكم لا تسألوه أو أحرككم وأجابة إجابة فيها نوع إبهام كما جاءت في التوراة أن الروح مبهما يعني لا نعرف كنهاها أحد ولا يدرك كنها أحد فأجاباهم بما عندهم من التوراة فقالوا ما فيه جدعي تسألوه كل ما بتسألوه بيجاوب بيثبت صدقه وانتوا لا تريدوا إثبت صدقه وعن بيه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة لبا تكفل يعني ضامن له فالضامن هو الله ولا يضمن إلا القادر وعن بيه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل فقال الرجل يقاتل حمية حمية يعني إيه يعني من أجل العصبية لقبيلته أو أقاربه أو نفسه الرجل يقاتل حمية يعني عصبية ويقاتل شجاعة عشان يبين شجعته ويقاتل رياء حتى يراه الناس فأي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله يبقى النواية لا يطلع عليها إلا الله باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إن إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وعنه بيه قال يعني كأن فعل الله كلام وليس معالجة للأشياء ده مجرد كن يبقى كان خلص مش معالجة للأشياء انت علشان تبني بيت شو بقى تقعد تجيب عمال وتجيب طوب وتجيب أسمنت وتجيب مشه أدوات البناء وتقعد بقى تشتغل كده سنة على ما تعمل البيت بتاعه لكن لكون فيكون بس خلص فيش معالجة للأشياء يعني الأشياء وفق إرادته إيه وفق إرادته بقدرته والإرادة متعلقة بالعلم القديم فهو يبرز المعلوم القديم وعنه بيه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة ابن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله أمر الله اللي هو إيه كن فيكون يعني كن أيها اليوم اللي هو يوم القيامة فلا يكون إلا بأمر الله وعنه بيه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فقال إيه بكل عصر حتى نهاية الزمان وعنه بيه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها لأن إيه مسلمة لما جاء للنبي طلب من النبي أن يكل الأمر له من بعده فقال لو طلبت مني حتى العصايا اللي في إيدي دي مدها لك ما أعطيتك ولن تعدو أمر الله فيك يعني قدر إلا فيك ولئن أدبرت يعني أي أعرضت عن الإيمان بي ومتابعتي لا يعقرنك الله يعني يقتل أنك الله العقر هو القتل وعنه بي قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب والعسيب قلت لك الجريدة من النخلة زي العصايا كده يتوكأ على عسيب معه فمررن على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوا أن يجئ فيه بشيء تكرهونه يعني يسبب صدقه فقال بعضهم لنسأل أنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمت أنه يوحى إلي فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا قال الأعمش هكذا في قراءتنا والأعمش سليمان بن مهران أحد قراء الشواز فهمت ما احنا عندنا أربع قراءات شازة أحد رواة الشاز شازة يعني أحد وليست متواترة دي معنى الشزوز فهم ففي قراءة الأعمش وما أوتوا من العلم يعني اليهود وما أوتوا من العلم إلا قليلا أنما القراءة المتواترة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربه ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ وَالْنُّهُ قال حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الباب الحادي والثلاثين باب في المشيئة والإرادة وده باب طويل هنقرأ جزء منه اليوم ونكمله غدا هل المشيئة والإرادة واحدة؟ أيوه الراجح كده واخد بلك زي المشيئة والإرادة شيء واحد لا فرق بينه والكرمية فرقوا بين المشيئة والإرادة ولكن الراجح أن المشيئة هي الإرادة ما شاء الله هو الذي أراده وما أراده الله هو الذي شاءه كويس؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله أن تشاء فمشيئتنا بمشيئة الله لنا فشاء أن يكون لنا مشيئة فصرنا لنا مشيئة ولو شاء أكبرنا فنصير بلا مشيء كالجدار وكالجماد فإيه يبقى ليس لنا مشيء ولكن أراد أن يكون لنا مشيء وإرادة فالمشيء والإرادة مترادفان على الراجح وقول إليه تعالى تؤتي الملك من تشاء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال سعيد بن المسيب عن أبي نزلت في أبي طالب نزلت لكن الله يهدي من يشاء في أبي طالب يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى فجعل الإرادة والمشيء واحد كويس وعنوبي قال ولكن الإرادة بقى نوعان الإرادة نوعان إرادة قضاء وقدر إرادة قدرية وإرادة شرعية فالإرادة الشرعية يأمرنا جميعا بالإيمان ولكن القدر فريق في الجنة وفريق في السعيد فهمت بقى؟ يبقى في إرادة شرعية هي مطلوبة وقد لا تحدث إيه كاملة يمنعها يمنع حدثها إيه؟ التكليف ومشيئة المكلف فهمت إزاي؟ وقدر الله في المكلف وبالتالي إيه الإرادة أو المشيئة نوعان إرادة متعلقة بالتشريع وهذه قد تتخلف وإرادة متعلقة بالقدر وهذه لا تتخلف واضح؟ لأن الله أراد إيه؟ إيمان أبي لهب ولم يقع إيمان أبي لهب مش كده برضو؟ لأنه أراده تشريعا ولم يرده قضاءا فهمت بقى إزاي؟ قدر أن يكون من أهل النار قدر في كده فهو أراده من باب التشريع أن يكون مؤمنا ولم يرده من باب القضاء والقدر أن يكون مؤمنا في امتبع الفرق؟ وعنو به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فاعطني فإن الله لا مستكره له يعني لا تجعل دعائك معلقا ولكن اجزم في دعائك لأن الله على كل شيء قدير فأنت سواء علقت أو لم تعلق أنت لا تكره الله على شيء وعنو به قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل وقال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين لو سيدنا علي زين العبدين عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهم السلام أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب في خذو ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني لا تتعلل بإرادة الله القدرية على التفريد في إرادة الله الشرعي فالله أرادك شرعا أن تكون تصلي بالليل فلا تتعلل بإرادة القدرية أنه لو شاء أي خذني فإنت إزاي فده اسمه جدال إنك إنت تتعلل بالقدر ده جدال لأنك لا تعلم القدر فقدر الله خاف عنك ولكن أعلمك الله بالشرع واعتقى القدر على إيه طاعته فإياك أن تقصر في الطاعة ثم تنسبها للقدر فهمت وانشكرا النبي قال إيه وكان الإنسان أكثر شيء جدا يعني لا تتخذ إرادته القدرية زريعة لك في التقصير في إرادته الشرعية فهمتبع المسألة وهي مسألة دقيقة وعن بيه قال حدثنا محمد بن سينان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء يعني المؤمن مع قدر الله يلين ربنا قدر عليه مرض يصبر قدر عليه شيء يصبر زي الزرعة كده تيجي الريح تقوم تطوعها وتتني شوي تذهب الريح تتعدل تني إنما تبدل وقفلها كده للريح تكسرها الكافر كده يجي مع الأقدار يناكف الأقدار ولا يرضى به حتى يقسمه الله كالأرزة اللي هي الشجرة هي الصلبة فهمت دم يسألها مع القدر أما المؤمن فأيتي البلاء يوم يميل كده شوي كأنه ريح جاي له يصبر شوي لحد ما يزول البلاء يقف تاني يطيع ربه فهمت بها إزاي هذه الصورة صورة المؤمن مع قدر الله وبلاء الله أنه يصبر ولا يزمجر لأنه لو زمجر وناكف لن كسر وانقسم تهم وعنوبي قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر إنما بقاؤكم فيما سلف فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراة قيراة ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراة قيراة ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيرتين قيرتين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هم هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء يعني الأمم السابقة زي اليهود مكسهم في الدنيا أكثر من مكس المسيحيين ومكس اليهود والمسيحيين في الدنيا أكثر كثيرا من مكس أمة النبي ثم تقوم الساعة فاليهود مكسوا كما بين الصبح إلى الظهر تعبدهم الله بالتوراة وأعطاهم قيرات قيرات يعني أجر بلا تضعيف كويس ثم جاء أهل الإنجيل كمن عبد الله من الظهر إلى العصر فأعطاهم قيرات قيرات بلا تضعيف ثم جاءت أمة النبي أخرها إلى ما بين العصر إلى المغرب والمغرب اللي هو بقى نهاية الدنيا ثم تقوم الساعة دليل أن أمة النبي تظل إلى أن تقوم الساعة لا أمة بعدها وأعطاهم قيراتين قيراتين يعني ضعف لهم الأجر مع قلة مدة عمرهم فاليهود اعتاردوا أنت كده تعبدتنا مدة أطول ودتنا إرات إرات ما ضعفت الشعالين والمسيحين قالوا كده فربنا قال هل ظلمتكم أنا مش أعطيتكم أجر ما فعلتم قالوا لهم لم تظلموا قال ذلك فضلي أتي من يشاء يبقى ربنا يعامل أمة النبي بالفضل ويعامل الآخرين بالعدل وهذا من رحمة ربنا بنا ونقف عند هذا الحد نكمل غدن إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأممي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأممي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأممي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدادة كلماتك وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين